أعرب الأمير ترك الفايصل في حديث خاص للأم تيفي عن أمله في أن تبقى العلاقات الأمريكية السعودية في مسارها الطبيعي المتواصل من زمان سمو الأمير ترك الفايصل أهلا وسهلا بك عبر قناة الأم تيفي أو أخبار الأم تيفي اللبنانية أهلا وسهلا بأم تيفي وأهل الأم تيفي سمو أقدعنا أولا نبدأ عن أعلان البنداغون بإرسال 3000 جندي أمريكي كيف تقرأ هذه الخطوة وأهميتها في المرحلة المقبلة؟ كما ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أنما سؤل عن ما الهجوم الذي وقع في أبقيق وفي خريص منشآت إرامكو أن هذا يعتبر خطر على السعودية قال لا هذا خطر على العالم لأنه يؤثر على توفير مادة البترول العالمية فبالتالي لا شك أن هذه الخطوة تخذت باتفاق بين القيادتين سمو الأمير أيضا السعودية دعت إلى اجتماع طارق لوزراء خارجية العرب لما يحصل في شمال تركيا والتوغل التركي أيضا برأيك أهمية هذا البيان ماذا سيؤثر في المرحلة المقبلة أيضا؟ أرجو أن يكون له تأثير لإقناع ليس فقط الأتراك وإنما أيضا لإقناع سميه جزار سوريا اللي هو بشار الأسد بأنه يجب أن ينهي حالة الحرب اللي هي موجودة في سوريا وإنهاء حالة الحرب هناك هي التي ستضمن خروج كافة التدخلات الأجنبية إن كانت تركية من ناحية أو إيرانية من ناحية أخرى أو روسية من ناحية ثالثة فالمسبب لكل هذه المشاكل هناك هي القيادة السورية الحالية هي التي شردت شعبها هي التي قتلت شعبها هي التي دعت التدخل الإيراني والتدخل الروسي لحماية كرسي بشار الأسد سمو الأميرات توقع عقوبات أوروبية أو حتى طرد لتركيا من الناتو؟ والله ما أدري حكاية الطرد هذه أعتقد أنها بعيدة شوية الأوروبيين يشاهدوا تصرفات إيران في المنطقة من محاولات اغتيال في أوروبا نفسها ولم يفرضوا عقوبات بل بالعكس يطالبوا برفع العقوبات عن إيران فلماذا يفرض عقوبات على تركيا إذا لم يفرض عقوبات على إيران؟ برأيك من أعطى تركيا الدول الأخضر؟ فيه روسيا موجودة هناك إيران موجودة هناك والأمريكان موجودين هناك يبدو أن الثلاثة هذول يعني غضوا الطرف عن أنه يشاركهم في غزو سوريا السيد أورتغان بعدما تخلى ترامب عن حليفه أو حليفي الكردي في شمال سوريا هو من حارب للأمريكيين ضد داعش ألا تخشى المملكة أيضا أن يتخلى ترامب عنها أو بمواقفها المتقلبة دائما؟ لدينا قواسم مشتركة وتجارب مشتركة أثبت الطرفين فيها التزامهم بما يلتزم به تجاه الآخر فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن رئيس ترامب ما يغير رأيه بالنسبة لتوافقه مع المملكة العربية السعودية لنتكلم عن علاقات اللبنانية السعودية يعني هناك شعور لدى الشعب اللبناني بأن المملكة العربية السعودية تخلت عن دعم لبنان أو بمعنى آخر توقفت عن دعم الحكومة اللبنانية كما فعلت في الماضي لأسباب تتعلق بحزب الله ولكن بالمقابل المملكة تعرف تماما السياسة الداخلية المعقدة اللبنانية وخيرات بعض الأفريقاء السياسيين محدودة جدا فيما يتعلق بحزب الله ما رأيك في ذلك؟ مما سمعت في وسائل الإعلام وقرأت في تصريحات المسؤولين أن المملكة سمحت لمواطنيها بالذهاب للبنان فإذا كان هذا يعتبر تخلي عن لبنان أما أدري أي شيء يمكن يثبت لديهم هالفكرة أن المملكة ما تخلت عن لبنان كما أنه حسب ما أقرأ في الصحف وخاصة الصحافة اللبنانية وأشاهد على بعض المحطات التلفزيون السفارة السعودية في لبنان لها نشاط وباع طويل في رعاية مشاريع كبيرة جدا وهناك مبالغ طائلة سعودية مودعة في البنك المركزي اللبناني لتثبيت العملة اللبنانية ولدعم الاقتصاد اللبناني فلولئك الذين يعتقدون أن المملكة تخلت عن لبنان أن يراجعوا أنفسهم في هذا المجال سمون أمير تقول فايصل شكرا جزيلا من هذه المقابلة أهلا وسهلا